نساء السكر يا سكر تعالي بقى شوفي النهاردة هعمل معاكي وصفة حلوة جدا وصفة سهلة لزيزة يعني لو جايلك ضيوف بسرعة عايزة حاجة سريعة ولادك نفسهم في حاجة حلوة وصفة جميلة كيك بصوص الشوكولاتة يعني رهيب كله شوكولاتة في شوكولاتة هيعجبك قوي وان شاء الله المكونات هتكون موجودة عندك في البناء انا شيف منوش قناتي مطبخ الفهنة لو اول مرة تشوفيني ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعالي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد كباية لبن كباية سكر كباية لربع كاكاو غامة غير محلة هنعمل في الخلاط نضرب كله في الخلاط زي ما انتي شايفة كده لحد ما يدوب السكر بس نضرب كواس يعني هياخد معاكي مثلا ايه قولي دقيقتين يعني ندوب بس السكر بعد كده هنحط عليهم نص كباية زيت نصبهم زي ما انتي شايفة كده وندرب تاني بعد بقى ما بنحط الزيت يعني ياخد حوالي خمس دقايق لحد ما هيبتدي يتقل معاكي زي ما انتي شايفة كده والقوام بتاعه يعني ولا هو تقيل اوي ولا خفيف اوي مظبوط زي قوام السوس كده زي ما انتي شايفة كده بصي جميل اهم حاجة نفس الكباية تعيري بها كل حاجة عشان تطلع مظبوطة هنبتدي بقى نقسم نص الخليط اللي احنا ضربنا ده نسيب نصه على جنب عشان ده السوس ونسيب النص الباقي في الخلاط عشان نكمل عليه بقية المكونات معانا بقى بقية المكونات بيتين هنحطهم على الخليط اللي احنا سيبناه في الخلاط معاهم معلقة كبيرة من الخل ومعلقة كبيرة من الفانيليا السايلة وبعد كده هنضرب كويس برضو لحد ايه ما يمتزجه بس مع بعض يعني دقيقتين مثلا نضرب كويس في الخلاط برضو وبعد كده هنبتدي نجيب المكونات الجافة معانا كباية من الدقيق من خولة طبعا ونص سباك وكيكشف او بيكينج بودر بس الكيكشف احلى ومعاها ربع معلقة صغيرة من البيكينج سودا اللي هي الكربوناتو نقلبهم كويس ونصب عليهم الخليط اللي احنا ضربناه في الخلاط ونقلب كويس لحد بس ما يبتدي الدقيق يختفي وكل المكونات تمتزج مع بعض نقلب زي ما انت شايفة كده في اتجاه واحد لحد ما نحصل على ايه القوام اللي انت شايفات ده وتكون المكونات كلها امتزجت مع بعض قوام مش تقيل قوي ولا خفيف نجيب بقى القلب الحلو بتاعنا وبعدين ندهنه بالزيت ونفرش فيه ورقة زبدة ورقة الزبدة دي بتسهل علي انه لما نيجي نقلبه يتقلب بسهولة ما يكونش لازق الكيك في القلب بس لو ما عندكيش ورق زبدة ما فيش مشكلة يعني مش هيجرح اجدهني بس القلب بالزيت كويس وبعدين نصب الخليط في القلب بتاعنا الجميل ده زي ما انت شايفة هنجيب سكينة رفيعة كده ونعمل الحركة اللي انت شايفها دي بالطول وبالعرض عشان بس لو في ايه فكا كبيرة يعني ايه السكينة دي حتشيلها بس هندخله بقى فرن حرارة مية وتمانين طبعا قبل ما نبتدي الكيك خالص نكون مشغالين الفرن عشان ياخد الحرارة المظبوطة هيقعد في الفرن بقى من خمسة واربعين ديئة الخمسين ديئة حسب اعتراجة حرارة فرنك يعني نعرف منين بقى ان هو استوى شايفة الكيك تنعمل فرن اهو لو ضغطنا عليه كده بيكون مش لين كده ايدك مش بتنزل تبصم يبقى كده استوى نسلك الجوانب بتاعتنا طبعا نسيبها تبرد بس انا يعني كنت مستعجلة عشان التصوير مسبتاش تبرد خالص يعني بس انت يستحسن تسيبيها تبرد على الاخر سلكناها من الجوانب كده ونبتدي نقلبها زي ما انت شايفها وبنشيل ورقة الزبدة بص الجمال بتتشال بكل سهولة بس لو ده انتي القلب كويس بالزيت مفيش مشكلة برضو هتطلع معاكي جميلة وزي الفرن نبتدي بقى ايه نقطع الكيك بتاعنا الجميل بص الجمال بقى من جوة يعني هش بطريقة فضيعنا متأكدة ان هيطلع معاكي احلى مني كمان نبتدي نقطعه بالطريقة اللي انتي شايفها دي بسكينة مشارشرة يستحسن لو مفيش برضو عادي حاولي تقطعي بسكينة تاني بص الجمال بقى شايفها هشة جدا مفرغة كده مش مكتومة وعالية وجميلة هتعجبك خالص ومتأكد ان انتي هتطلعيها احلى من دي كمان قطعناها بقى تقطعتنا شريح كده وبعد كده هنبتدي نرصها في طبق التقديم بتاعي نبتدي نصب عليه بقى صوس الشوكولاتة اللي احنا كنا سايبينه وبصي الجمال بقى يعني انتي لو عندك ديوف هيحسوا ان انتي شارية كيك من افخم محل وانتي عملتيه بكل سهولة في البيت دول بقى معلقتين من النوتيلا البيضة متدوب عليهم بس معلقة زيت عشان يخف بس شوي بس لو ما عندكيش او ما بتحبيهاش مفيش مشكلة دي اختياري بتدي شكل كده ولون جميل وطعم كمان جميل بتحطيها خطوط كده على الصوس الشوكولاتة يالها ربيض عالجمال يعني وبعد كده بقى رشت مكسرات حلوة اي مكسرات عندك ما عندكيش مكسرات سوداني اي حاجة او من غير خالص لو بتحبيش مكسرات برضو دي اختياري بس بتخلي طعمها احلى لو سوداني بس برضو تحفى يعني شايف الجمال الكيك لونه ويصص فضيع يعني انا متأكدة ان انت هتعملها احلى مني كمان وهتعجبك جدا وبس كده دي كانت وصفتنا النهاردة لايك وشير للفيديو عشان الكل يستفيد ولو عملتي الوصفة وصورتيها حطيها في جروب الفيسبوك لتطبيقات وصفاتي عشان اشوف عماية ايديك الحلوة موسيقى